ليس غريباً أن نسمع هذه الأيام ما يحدث من ضجيج ومن تصريحات واختلافات وتقاطعات في الرؤى لأن عدد تشكيلة حكومية ويا لهذه التشكيلات اتعودنا من ذاك اليوم إلى هاليوم جيبوا رئيس وزراء ناقشوا رئيس الوزراء ما طلع رئيس الوزراء نذهب إلى مرشح تسويل رئيس الوزراء بولادة قيصرية جبنا رئيس الوزراء أجل السيد الرئيس طبينا مشكلة الكابين الحكومية هذا يريد حصة وذاك يريد وزارة هذا يريد شروط وذاك يريد كذا وكأنه العراق عبارة عن بقرة حلوب تمتلكها القوى السياسية أنا ما أفتهم شنو معنى حصة وما أفتهم شنو معنى توازن سياسي وما أفتهم أن قيوة سياسية تفرض على رئيس الوزراء هذا إحنا من شنو صغار شنو نقرأ الاقتصاد العيني وهو واحد من الاقتصاديات المتخلفة البدائية تطيني تمر أطيك ملح اقتصاد عيني مقايضة يبدو لي أنه إحنا الآن نشتغل في حصور ما قبل الحضارة بتشكيل الحكومة هالأولاد هاجبوا لنا الوزير إجا الوزير قعد الوزير صعد الوزير طلع الوزير ملفات طلع الوزير موزيا جيبوا الكتلة أخوان صار لكم 17 سنة تشتغلون لو كل سنة متعلمي لكم خمس حروف بالسياسة ما كان وصلنا إلى هذا الحال القوى السياسية تلتقي على رئيس الوزراء هاك عمي وإحنا وراك لأنه بالمحصلة الإنسان يصير وزير لمدة أربع سنوات لكن بعدين يرجع مواطن ومرته مواطنة وأخته مواطنة وصاحبته مواطنة ومن عمه مواطن بعدين بالسياسة يشتغل بالسياسة السياسة يقال إنها فن الممكن وأنا أقول السياسة قراءات قراءات للواقع للتنبؤ بما يحصل قرارات تتوافق مع المرحلة بشرفكم شعب طالع متى 700 شهيد وأكثر من 20 ألف جريح على مودة نهاء المحاصصة وعلى مودة نهاء الفساد وما زالت هناك قوى سياسية تريد حصص من رئيس الوزراء ولديها شروط بس قلوا أننا عبيد عد الحكومات عد الأحزاب لهم مواطنين اليوم أكو شعب ثائر أكو شعب حر قل لك لا الفاتن خلي ولن خلونا نبدأ بمرحلة جديدة هذه المرحلة لا مغانمة لأحد يجب أن يكون للشعب حضور حس العين هم تستحن العين ياخدم شعب انقدم بمعنى الذين ما زالوا يصرون على وزارات وعلى مغانم من هذه الوزارات يعلنون أنفسهم أمام هذا الشعب الثائر أنهم أعداء الشعب ولا يحترموا الدماء ولا يحترمون الإرادة ولذلك نطلب من المختصين وفي مقدمتهم السيد علاوي أن يعلن للملأ من هم الذين يريدون وزارات ومن هم الذين لا يتنازلون عن الوزارات وعن الحصص حتى يكونوا في الصف الأول من الذين ساهموا في قتل الثورة وفي قتل المتظاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر